أعلنت وزيرة تضامن الاجتماعي غادوالي أن الوزارة تتعامل مع 2777 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى هذا وتتنوع حالات التدخلات التي تقدم من فريق التدخل السريع للمواطنين ما بين الإداع بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة لحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطلطين للحالات التي ترفض الاستجابة اشتركوا في القناة